واحد يقول عندي مبلغ صغير بالدولارات احتفظت به عند حاجة لبعض المال استلفت من أحد أقاربي مبلغا صغيرا بالمصر ينفع أرد هذا المبلغ بالدولار مما أملك بسعر تحويل اليوم في السوق الموازية أي السعر الفعلية في السوق إذا كان هذا الأمر بالرغبة الطرفين وإذا كان لا يجوز فيه مشتلات وفي بعض الفروقات البسيطة الجواب عن هذا الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها اقتردت مبلغا بالجني يلزمك أن ترده كما اقتردته بالجني أو بأي عملة أخرى تساوي مقدار هذا الدين بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقتراض لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونقضي بالدنانير وبالعجس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء بعد آخر لا حرج عند الوفاء على المدين في الزيادة التطوعية غير المشترطة هذا من جنس النبلة وحسن القضاء هذه مطرومة ومنقبة ليست من الربى في شيء خير الناس أحسنهم قضاء في المحديث البخاري عن أبي هريرة كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه ارجعوا القرض فطلبوا سنه فلميروا له إلا سن فوقها فقال أعطوه قال أوفيتني أوف الله بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء إن خياركم أحسنكم قضاء اللهم هدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم آمين